تصدر اسم النادي الأهلي الترند خلال الأيام اللي فاتت وده بعد البداية الأكثر من رائعة للموسم الجديد واللي قدر من خلالها أنه يفوز على فريق جورمايا الكيني بنتيجة 6-0 بمجموعة المباراتين وده بداية مشواره في الدفاع عن لقب البطولة الأفريقية ويمكن ما كانش ده السبب الوحيد اللي خلق الأهلي أنه يتصدر الترند ولكن كانت الاحتفالية الضخمة اللي تم تنظمها بعد مباراة جورمايا الاحتفال بتسلم درعاء الدوري وده كان بسببها في حفلة بمشاركة فرق الدسكو مصر وطبعا كلنا عارفين أنه الأهلي بيستعد للقاء نادي الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي واللي هتتلعب يوم الجمعة اللي جاي في السعودية وطبعا منتمنى التوفيق للفرقتين وأن المباراة تخرج بشكل يلي باسمه مصر والكرة المصرية